على الصعيد نفسه دعا محافظة الديوانية سامي الحسناوي الحكومة الاتحادية إلى تدخل العاجل والفوري لإطلاق الأموال اللازمة لشراء مستلزمات تعقيم المياه وصيانة المضخات العاطلة في المحافظة وقال الحسناوي في بيان الله أن المحافظة تحتاج إلى ما يقرب من 600 مليون دينار لإصلاح وصيانة السيارات العوضية العاطلة والمتوقف عن العمل اشتركوا في القناة